أهلا بكم مجدداً أصدرت مجموعة الصيني للإعلام أهم عشرة أخبار في مجال الاقتصاد الدولي خلال عام 2022 تفاصيل أوفة في التقرير التالي أثر اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا على سوق الطاقة والغذاء العالمي دخول اتفاقية الشراق الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيث التنفيذ وإطلاق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم رسمياً مع انعقاد الدور الأولى للقمة الصينية العربية وصل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية إلى مستوى شديد تم اختبار قطار جاكرتا بانطون فائق السرعة في أندونيسيا مما يعكس أن سرعة الصين والتصنيع الصيني يفيدنا للعالم استمرار التذاقم المرتفع في العديد من البلدان مع تفاقم خطر حدوث ركود تذاقمي وركود عالمي رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية ويضرب النمو الاقتصادي المضطرد أصدرت الولايات المتحدة قانون خفض التذخم وقانون الرقائق والعلوم مما يعطر تجارة دولية والاستثمار وسلاسل التوريد الصناعية تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة وبسبب النمو السكاني واستهلاك الموارد غير المتكافة تواجه التنمية المستدامة تحديات عززت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت بالنجاح في قطر الاستهلاك من خلال بناء البنية التحتية وجلبت مكافآت للعالم في ظل تغييرات متكررة في رئاسة الحكومة البريطانية أثارت السياسات المالية للبلاد حالة من الظور في السوق مما أدى إلى تصاعد حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر